دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمرانية في كلمة له خلال أشغال الدورة الأربعين لمجلس وزراء داخلية العرب إلى وضع استراتيجية عربية موحدة لدعم التضامن العربي في إدارة الكوارث الطبيعية وقال الوزير أنه لابد من العمل على اقتراح استراتيجية عربية موحدة لدعم التضامن العربي في إدارة الكوارث الطبيعية من خلال وضع آليات ملموسة وعمليات للإنذار المبكر والوقاية والتدخل كما شدد على أهمية مواصلة الجهود والمساعي العربية المشتركة في ظل منظومة دولية وإقليمية متسارعة تشهد تغيرات حدى على أسعادة مختلفة وذكر بأن إنعقاد القيمة العربية مطلع نوفمبر الفارد بالجزائر يعد دليلا على تماسكنا بمشروعنا ووحدتنا العربية